السلام عليكم بما أن ليبيا تعتبر من أكبر مستوريدي سيارات المستعملة في العالم خاصة من كوريا فجئنا ببعض أسعار لما قمنا بتحويل الدينار الليبي إلى الدينار الجزائري فوجدنا الأسعار كالآتي كيا لوتسي 2010 بـ 20900 دينار ليبي أي ما يعادل 51 مليون سنتيم يعني بالعملة الجزائرية أسعار في متناول الجميع في ليبيا 51 مليون إحنا رايما تجيب لك حتى مروتي سيارات سياراتو 13400 دينار ليبي أي ما يقارب 40 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية بعدما قمنا بتحويل الدينار الليبي إلى الدينار الجزائري يعني بسعر البنك حتى لو كانت هذه السيارة الجميلة بسوق السوداء يعني ما راح تكون غالية أكثر من 60 مليون سنتيم البيان في ليبيا بـ 43500 دينار ليبي أي ما يقارب 123 مليون سنتيم بالتقريب بيام 2010 بـ 123 مليون سنتيم بالتقريب السعار في ليبيا السعار جيدة جدا ما شاء الله سيارات جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن كذلك طيوتا فورانر في ليبيا بـ 33000 دينار ليبيا أي ما يعادل بالتقريب حوالي 100 مليون سنتيم سيارات جديدة ما شاء الله تبارك الرحمن مستوردة من أمريكا وكذلك من أوروبا ويمكن لليبيين بيعها في ليبيا إنفينيتي في ليبيا بـ 14500 دينار ليبي أي ما يعادل 45 مليون سنتيم سيارة جميلة جدا ما شاء الله سيارة جديدة بـ سعر مناسب ورائع كان على الأقل عندنا على الأقل أن تكون الأسعار مثل ما هي في المغرب أو على الأقل مثل ما هي في تونس ولكن الأسعار عندنا مرتفعة إلى حد لا يصدق في جو ساسونسينك يعني في ليبيا هذه السيارة المستعملة 3300 دينار ليبي أي ما يعادل أقل من 20 مليون سنتيم أو ممكن أقل من 15 مليون سنتيم كذلك سيارة تيوتا كومري يعني 2010 25 ألف دينار ليبي أي ما يعادل 80 إلى 90 مليون سنتيم أي في هذا الحدود بالتقريب إخواني الخيران تيغوان 2010 في ليبيا 29500 دينار ليبي أي ما يؤادل بالتقريب 90 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية تيغوان سيارة جديدة بالكامل ما شاء الله سيارة تحفى تبارك الرحمن كذلك هناك سيارات مستعملة أقل من 15 مليون أقل من 20 مليون أقل من 30 مليون سيارات أيضا في حالة جيدة يعطيك التفاصيل بكامل هي جهت إلى دولة عربية أخرى وهي الأردن وشاهد يعني سيار سيارة البيكانتو 2016 ماشية 51 ألف كيلومتر سيارها 8800 دينار أردني أي ما يقالب بسيار البنك 170 مليون سنتيم والأردن عملتها مرتفعة جدا وهو أغلى دينار في الدول العربية لما أعتقد لو حولناه يعني بسوق السوداء يعني رح تكون هذه السيارة أكثر لأنه بسعر البنك 170 مليون سنتيم هذا في الأردن وعملتها يعني المرتفعة جدا كذلك البيام في ليبيا بـ 43 ألف دينار أي ما يقالب حوالي 120 إلى 125 مليون سنتيم وهذه السيارة البيام يعني أعطوه 38500 دينار وقال البيع ما راهوش بعيد يعني في ليبيا يعطيك التفاصيل للسعر يعني من الأخير ويمكنهم استيراد سيارات من أمريكا وأوروبا وبيعها في ليبيا بشكل طبيعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته